آخر الأخبار الباردة من غرفة التحرير أين رصدت كاميرا قناة النهار لحظة إخراج كمال البوشي المتهم الرئيسي في قضية حجز أكثر من 700 كيلو جرام من الكوكاين بميناء وهرام كمال البوشي الذي تم إحضاره صباحا اليوم للمحكمة يحقق معه قاضي التحقيق في أكبر قضية تهريب للمخدرات شهدتها الجزائر يوم التاسع والعشرين من شهر ماي الماضي أذكر مرة أخرى بأن هذه الصوة التي تشاهدون تتعلق بما رصدته كاميرا تلفزيون النهار لحظة إخراج كمال البوشي وهو المتهم الرئيسي في قضية حجز 700 كيلو جرام من الكوكاين بميناء وهرام تلفزيون النهار لحظة إخر اشتركوا في القناة